بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الدرس سنقدم لكم النوع الأول من أنواع الكتابة العلمية والأدبية التي ذكرناها سابقا وهي المقالة وفي هذا الدرس إن شاء الله تعالى سنتعرف على المقالة ما المقالة وما أنواع المقالة وما الفروق بين أنواع المقالة وما خطوات كتابة المقالة إجمالا إذا أردنا أن نتعرف على المقالة حتى نميزها عن بقية أنواع الكتابة العلمية والأدبية الأخرى فإننا سنجد المقالة هي قطعة نثرية ذات طول معتدل إذن من حيث الحجم المقالة أقل بكثير من البحث العلمي لذلك طول المقالة لا بد أن يكون معتدلا معتدلا للأسباب الآتية هذه الأسباب هي أن المقالة تدور حول فكرة عامة واحدة وتناقش موضوعا معينا لذلك المقالة هي شديدة التركيز حول فكرة عامة واحدة وحول موضوع معين محدد ولذلك كان طبعيا أن تكون ذات طول معتدل هذه المقالة ذات الطول المعتدل وذات الفكرة العامة الواحدة وذات الموضوع المعين تعبر عن وجهة نظر وجهة النظر التي يقدمها الكاتب في مقالته إما أن تكون وجهة نظر علمية يريد من خلالها من خلال المقالة أن يقنع القراء بتقبل فكرته أو أن يستذير عاطفة ما عندهم لذلك العاطفة والفكرة هي في الحقيقة وجهة نظر الكاتب التي يريد أن يوصلها إلى القراء إما لإقناعهم أو لاستثارة عواطفهم هذه المقالة تكتب في العادة بطريقة عفوية وسريعة وتكون اللغة سلسة ويكون الأسلوب جذابا وتكون خالية من التكلف والتعقيد المنهجي لأن لا نتحدث عن بحث علمي يحتاج إلى منهج علمي في التفكير ومنهج علمي في جمع المادة العلمية ومنهج علمي في صياغة البحث وإنما نتحدث عن مقالة تدور حول موضوع واحد وحول فكرة عامة واحدة لذلك كان طبعيا أن تكتب بطريقة عفوية وسريعة ولغة سلسة وأسلوب جذاب وهذه المقالة لابد أن تعبر بصدق عن شخصية كاتبها كما ذكرنا في الشروط الموضوعية للكتابة طيب هل تتنوع المقالة؟ الحقيقة المقالة لها أنواع كثيرة وأهم أنواع المقالة نوعان المقالة الذاتية الأدبية والمقالة الموضوعية المنهجية ولاحظوا أن نسبنا النوع الأول إلى الذات فقلنا المقالة الذاتية ونسبنا النوع الثاني إلى الموضوع فقلنا المقالة الموضوعية وسوف نتعرف بعد قليل على الفرق بين هذين النوعين فسنجد أن المقالة الذاتية تنطلق من الذات في حين أن المقالة الموضوعية تنطلق من الموضوع كما سنرى الآن طبعا المقالة الذاتية يسميها البعض المقالة الأدبية والمقالة الموضوعية تسمى المقالة المنهجية وسوف نرى الفرق بين هذين النوعين في اللوحة القادمة لاحظوا هذه اللوحة نحاول من خلالها إبراز خصائص المقالة الذاتية لنفرق بينها وبين المقالة الموضوعية التي ستأتي في اللوحة القادمة إن شاء الله تعالى المقالة الذاتية تعبر عن الإحساس وعن التجربة عن إحساس كاتبها وتجربته في الحياة وهل إحساس والتجربة هي من تجليات الذات ولذلك قلنا مقالة ذاتية لأنها تتعلق بالإحساس والتجربة تعنى بإبراز شخصية الكاتب وطريقة تفكيره وانفعالاته لأنه يعبر عن إحساسه وعن تجربته في الحياة لا يكون همها تقديم المعلومات ولا تعنى بلغة الجدل ولا النقاش لماذا؟ لأنه ليس الغرض من هذه المقالة هو إقناع الآخرين لو كان الهدف هو إقناع المتلقي كان لابد من تقديم المعلومة ولابد من تقديم الأدلة والبراهين ولابد من الجدل والنقاش للوصول إلى الإقناع ولكن ليس الهدف الإقناع وإنما الهدف هو عرض الأحاسيس وعرض التجارب ولذلك سمية أدبية لأنها تميل إلى العواطف يعني وتبتعد قدر الإمكان عن تقديم المعلومة لذلك هي تخاطب القلب أكثر من مخاطبتها للعقل تنشغل بالتعبير عن تجربة حيوية مر بها الكاتب أو تخيلها هذه مهمة جدا لا يشترط في المقالة الأدبية أن تكون حادثة حقيقية مر بها الكاتب لأن الكاتب المقالة الأدبية له قدرة على التخيل فهو يستطيع أن يتخيل المواقف وأن يحاكيها وأن يتقمصها وأن يصور التجربة في هذه المقالة المتخيلة وكأنه قد عاشها حقيقة لذلك لا يشترط أن يكون مر بها في الحقيقة ربما تكون من نسج خياله وربما يكون لها أصل في الحقيقة ثم قام الخيال بتوسيع هذه التجربة وإضفاء الكثير من التفصيلات إليها أسلوبها أدبي مؤثر لابد لأن هذا الأسلوب يتناسب مع الهدف من هذه المقالة وهو التعبير عن الأحاسيس وعن التجارب لذلك لا بد أن تعتمد الأسلوب الأدبي المؤثر لأن المراد هنا هو إحداث التأثير العاطفي في المتلقي وليس تقديم المعلومة لأن سنرى بعد قليل في المقالة العلمية أن سنبتعد عن الأسلوب الأدبي وسنقترب من اللغة العلمية المباشرة الفرق بين الأسلوب الأدبي سريعا والأسلوب العلمي هو أن الأسلوب الأدبي يعتمد التعبيرات المجازية ويعتمد التشبيهات ويعتمد الاستعارات في حين أن الأسلوب العلمي أسلوب مباشر يأتي بلغة واضحة من أجل تقديم معلومة كما سنرى بعد قليل إن شاء الله تعالى لذلك قلنا هنا إن لغتها موحية تحتفي بالصور والأخيلة فيه كثير من التشبيهات والاستعارات والكنايات والإيحاءات لذلك لها ظلال كثيرة وهي قابلة للانفتاح على معاني كثيرة جدا من خلال العبارات الموحية المجازية التي لا تعتمد الأسلوب المباشر والعلمي وإنما تحتفي كثيرا بالصور والأخيلة لا تحكمها قاعدة منهجية لأن الكاتب فيها ينطلق على سجيته للتعبير عن أحاسيسه وتجاربه في الحياة منطلقا في ذلك من الأدوات الأدبية أدوات الأسلوب الأدبي المتاحة في اللغة إذا تحدثنا عن المقالة الموضوعية العلمية وتسمى أيضا التعليمية والرسمية والمنهجية فسنجد الوضع مختلفا عما رأيناه قبل قليل في المقالة الذاتية لأن نرى أن الكاتب هنا يخفذ ذعالاته وتجربته الشخصية في حين أنه هناك يركز على إبراز الأحاسيس والتجربة الشخصية أما هنا فهو يكتب مقالة علمية أو تعليمية أو رسمية أو منهجية تهدف إلى تقديم مادة معرفية أو فكرية الهدف هنا ليس مخاطبة العاطفة وإنما مخاطبة العقل الهدف هنا هو إقناع المتلقي بفكرة أو تقديم مادة معرفية له ونحاول إيصالها إليه حتى يستوعبها استيعابا تاما ولأجل تحقيق هذا الهدف فإنه لا بد من كتابة هذه المقالة بأسلوب واضح وسهل ومنسق لا لبس فيه لا بد أن تكون العبارة عبارة مباشرة عبارة مباشرة وعلمية لغته مفهومة لا غموضة فيها ولا غرابة تحتاج إلى خطة موضوعية إذن هناك في المقالة الأدبية كنا نقول إن الكاتب ينطلق فيها على سجيته أما هنا فلا بد أن ينطلق في مقالته من خطة محكمة لأنه يريد أن يقدم معلومة وهذه المعلومة لا بد أن تصل من أقصر طريق وبأوضح طريقة قد يخالطها شيء من التجربة الشخصية المحدودة إلا أنه لا يجوز أن تكون التجربة الشخصية والأحاسيس هي الجانب الطاغي على المقالة وإنما قد يحتاج إلى الحديث عن التجربة الشخصية فتكون استطرادا يسيرا على هامش المقالة أما صلب المقالة فلا بد أن يكون علميا مكتوبا بلغة رياضية علمية واضحة لا بد من أن تكون اللغة مباشرة لأن الهدف هنا هو تقديم المادة المعرفية والفكرية حين تكتب المقالة الموضوعية أو الأدبية فإنه لا بد من المرور بخمس مراحل أو خمس خطوات رئيسية الخطوة الأولى هي اختيار موضوع المقالة سواء كانت هذه المقالة من المقالات الأدبية أو من المقالات العلمية وسوف نتحدث إن شاء الله في دروس قادمة عن كل مرحلة من هذه المراحل لذلك لن أستطرد كثيرا في شرح هذه المراحل الخمس لأن كل مرحلة من هذه المراحل الخمس سنخصها بحديث مستقل إن شاء الله تعالى إذن الخطوة الأولى هي اختيار موضوع المقالة تحديد الأفكار الرئيسية للموضوع كتابة المسودة وهذه المسودة لها أربعة أجزاء العنوان المقدمة العرض الخاتمة الخطوة الرابعة هي المراجعة والتدقيق الخطوة الخامسة هي كتابة النسخة الأخيرة أكرر وأقول هذه الخطوات الإجمالية لكتابة المقالة لا بد أن تستوعبها جيدا وكل خطوة من هذه الخطوات سنقوم بشرحها في درس مستقل إن شاء الله تعالى لذلك سمينا هذه الخطوات الخطوات الإجمالية لكتابة المقالة وسنلتقي في درس آخر إن شاء الله تعالى لإكمال حديثنا عن هذه الخطوات